موسيقى السلام عليكم جميعا أنا زميلكم متيمة بقديري من منصة قمة الطبية إن شاء الله اليوم رح أشرح لكم ثاني محاضرة من محاضرات الفيسيولوجي هنحكي فيها عن المسلز ونكمل فيها بعض النقاط اللي هتكون مهمة عن المسلز أو سكليتر المسلز بشكل عام هنحكي عن السموث مسلز كيف الـ بصير فيها وكيف تصير فيها الـ ولكن جماعة بشكل عام المحاضرة الأولى هي أهم بكثير من المحاضرة الثانية المحاضرة الأولى هي المعلومات اللي فيها هتنسئل فيها في حياتك لقدام هتهمك في فهم الأمراض لقدام وهتهمك برضو إذا قررت تقدم امتحانات البورد نبدأ بهاي المحاضرة بهاي المحاضرة هنحكي عن إشي يسمه سيمبل مصلي تويتش هذا السيمبل مصلي تويتش هو عبارة عن يعني كيف إنه هما سجلوا الأحداث اللي هتصير على طول المصل بشكل عام هاي الأحداث هتبدأ بإشي يسمه ليتنت فيز هذا الليتنت فيز بأخذ وقت معين بعدين فيعنا contraction phase بأخذ وقت معين بعدين فيعنا relaxation phase بأخذ وقت معين الليتنت phase هو التايم اللي بيكون ما بين الاستيميولاي هانا المحفز وبداية الرسمونس أوكي هذا تقريبا واحد بالمية سكند ديوريشن بيجي نتيجة ال-conduction of impulse in nerve نتيجة إنه في عنا سيال عصبي بيمشي وين بالعصب ثاني إشي بيكون عنا نتيجة ال-production تاعة action potential ثالث إشي conduction of impulse in the muscle وصول السيال العصبي للمصل يعني هذا الوقت اسمه ليتنت فيز معنى ليتنت فيز ما فيش فيه response ما فيش فيه استجابة طب ليش ما فيش فيه استجابة؟ لأنه الاستات والسيال العصبي بنتقل عبر العصب لسه معدومة وصل العظلة لسهات نحن بنحاول نعمل ال-action potential الموجود عندنا تحت بالمصل أو لسهات ال-action potential بلش يدوب بينها توصل ال-impulse للعظلة تمام؟ contraction and time of recording توقيت تاعة التسجيل بيكون ما أجب الضبط على بداية ال-response أوكي جماعة؟ فالفكرة من ال-latent period إنه هي المرحلة اللي إحنا لسهاتنا ما فيش فيه عندنا فيها استجابة وسببها إنه السيال العصبي أكثر سبب لسهاته موجود بالعصب أو يدوب وها سوصل للمصل فلسهاته ما أعطاني response ما أعطاني استجابة هذا معنى latent phase ثاني إشي contraction period وهي المرحلة اللي بصير فيها contraction حقيقي انقباض حقيقي سواء كان isometric أو isotonic contraction ثالث إشي relaxation period وهي مرحلة الراحة هاي أطول مرحلة تمام؟ بتوصل لـ 5% سكيند في حال ال-isotonic relaxation هذا symbol muscle twitch بيقيسه على عضلة معينة على سبيل المثال بأي أنيمل بالعادة frog بيقيسه بقيسه على ال-gastro-canemias اللي عنده تمام؟ فبيشوفوها هيك الفيزات الثلاثة تاعتها latent قبل الاستجابة بين ال-imbus لايش ما فيش أي استجابة هان لأنه لسات هالعضلة يعدو بوصلها السياع العصبي contraction period هي مرحلة الانقباض relaxation period هي مرحلة الراحة شو العوامل اللي بتلعب دور بال-symple muscle twitch type of muscle نوع العضلة نوع العضلة يجمع أنواع للعضلات الثنتين red muscle fiber white muscle fiber مهمات جدا هذو نعتبرهم كما لو كانت أهمية المحاضرة الأولى red muscle fiber يسموها type 1 or slow fibers white muscle fiber سموها fast fibers or type 2 type 1 بتكون rich in myoglobin لذلك لونها أحمر تمام؟ وهي شو بتكون بور بالmyoglobin لذلك لونها بكون أبيل هان الفيبرز are small in size هان الفيبرز بتكون كبيرة بالحجب white supplied by small and slow nerve عضل عصب بطيء تمام؟ وقصير small أو صغير هان لا العصب لازم يكون كبير عشان يكون ال-impulse تنتقل إليها rapidly تمام؟ لأنه يجماع ال-white دائما بتتحكم بالحركات الدقيقة red لا بتتحكم مثل حركات الظهر عادي كيف ما تتحرك له والعضلة كيف ما تنقبض أنت بالعادة هترفع لفوق تمام؟ بال-red مثلاً muscle fibers وبالتالي ما بتحتاج عصب يكون سريع ما بتحتاج عصب يكون كبير لا تأخذ عصب صغير وسلو نير تحتاج blood supply أكثر more blood supply لأنها بتحتوي على ميتوكوندرية أكثر فلما يتحتوي على ميتوكوندرية بتحتاج أكسجين يوصلها عن طريق الدم لأنه الميتابوليزم فيها آيروبك أنا لا الميتابوليزم فيها آيروبك ميتابوليزم أوكي respond slowly الاستجابة بتاعتها بتكون بطيئة but with long duration تمام؟ إذا الresponse تاعها بطيئة ذلك سموها slow muscle fibers أن العضلات البطيئة لكن الفترة تاعت الresponse تاعتها اللي استجابتها بطول أكثر long duration هلأ لا تستجيب بسرعة ولكن duration تاعتها قصيرة not early fatigة تمام؟ ما بتتعب بسهولة هاي سهل إنها تتعب مثال عليها مثل لما أنك إنت تكتب بقلم أوكي لما تكتب بقلم يا جماعة أنت ممكن خلال ثلاث أربع دقائق تكون خلص حسيت إيدك شدت ولكن لما تروح تلعب رياضة أو تتحرك بتطول لما يصير عندك مرحلة الفتيج adapted for prolonged muscle activity يعني ممكن تتحمل المسل activity اللي بتطول هنا لا adapted for rapid fine skilled movement والهدف منها أصلا هي skilled movement مثل الكتابة مثل حركة العين أوكي فهي كل القصة اللي فيها إنه هذا الهدف منها إنه هي تسوي للحركات الدقيقة مثالي بتحتاج عصب كبير عصب سريع أوكي يا جماعة ما بتحتاج أكسجين كثير ما بتحتاج ميتوكوندريا كثيرة حتى تزبط أمورها لا فأي بس سيحك مثال عليه الاكستراوكيلر مصوز أو العضلات الموجودة بأيديك هنا المثال على الرد مثل العضلات الموجودة في الظاهر العضلات الموجودة الانتي جرافيتي مصوز مثل العضلات الرجلين وهك most muscle fibers دائما بالعادة شو بكون mixed الثنتين بكون الرد white أي عضلة بالدنيا red white بالعاديين لكن في واحدة بتطغى على الثانية مثلا الإيدين بكون فيهن أحمر وأبيض بس الأكثر هو أبيض الظاهر أو الرجلين بكون فيهن أحمر وأبيض بس أكثر من هو الأحمر مهم الجدول جدا هذا بيجي بالامتحان الله أكبر أستاذ الله تاني إشي عنا شو العوان بتلعب دور بالكيرف هذا اللي احنا شفناه اللي هو إيش اللي هو التمبرتش ولك دائما تسخين العضلة بيزيد من قوتها بيخلي الكونتراكشن فيز تبعها أقوى تمام وممكن مرات يكون أطول الكونتراكشن فيز فهذا مهم ربط كونتراكشن باي أكس باي أكسليريشن أو كيميكا رياكشن أن دي كريز المصل فيسكوزيتي تمام يا جماعة لكن إذا بترفع درجة الحرارة كثير أكثر من 45 سهل يصير في عندك ستيفنس صير في عندها رايقرز وتشد العظم أوكي فبتفرق معك فالتمبرتشر دايما يا جماعة التمبرتشر درجة الحرارة بتزبط الأمور بتزيد عنها من قوت الكونتراكشن إنيشيا اللين في طول العضلة تذكر مبدأ ستارلينج لول اللي حكيناها بالمحاضرة السابقة قلنا العضلات دايما شو بتكون بتكون رؤوس المايوسين تمام مش كلياتها عليها فوقيها أكتين تمام فلازم بتكون مثلا جزء من رؤوس المايوسين هيك جيني بالنص كلياتهن فوقيهن أكتين فسهل يعمل ان كونتراكشن يعمل ان كونتراكشن أحسن تمام فبفرق معنا اللينف فتيق فتيق معناها إنه عبارة عن ديكريز بالمصل كونتراكشن and the prolonged the duration of all phases of the simple muscle twitch especially relaxation phase يعني لا يجب لما تعرف الفتيق ممكن جيب لك رسمي إنه كل الفتيق هذا صار أطول خصوصا relaxation period صارت أطول كثير العضلة مش قادرة توصل لمرحلة contraction مصبوط تمام هذا معنى فتيق إنه العضلة بتتعب قادة the effect decreases strength and prolong the duration of contraction and incomplete or absent relaxation تمام يا جماعة فشو اللي صار معنا فصار عنا prolongation في all especially relaxation due to repeated and strong stimulation of muscles يعني بظل كل شوية فيه انقباغات للعضلة العضلة بتتعب فشو بصير simple muscle هذا الكير كامل كلاته بطول أوك يا جماعة ولكن كل period فيهم إيش بتطول ولكن إيش بنهاية المطاف إنه ما فيش راحة للعضلة كل شوية انت بترجع تعمل انقباض انقباض فما فيش راحة للعضلة فهذا هو الفتيق الآن الفتيق الآن شو أسبابه ممكن يكون in case of indirect stimulation لما يكون التحفيز عن طريق motor nerve عن طريق عصب سبب الفتيق هو عبارة عن gradual exhaustion of acetylcholine at MEP motor evoked potential يعني لما يكون دايما الaction potential أجاني عن طريق عصب ممكن يكون سبب الفتيق تعب العضلة هو دايما بيقولوها إنه نفس الacetylcholine neurotransmitters خلص في ناس هيك بتفسرها بس تفسيرها إنه أنا وكل بساطة الفيزز تعاتل المصل التويتش بشكل عام طولا صارا أطول ليش لأنه بطل في عندي neurotransmitters مهمة مثل الacetylcholine بطل يجيني neurotransmitter وصارت العضلة ضعيفة بطلت تعقي contraction هذا ال indirect ال direct نتيجة لنفاذ الطاقة لجوه العضلة بطل في عندنا ATB accumulation of waste products بيخلي العضلة إيش تصير ضعيفة تمام مثل لما الواحد يروح يلعب مثلا بمكان معين وصير عنده إيش وجع بعضلاته نتيجة لتجمع اللاكتك أسد تجمع اللاكتك أسد هو اللي بيعمل هذا الإشي الناس مثلا عايزي بمثال يلعب مثلا لفترة طويلة direct وإما indirect direct نتيجة لنقصان الطاقة وتجمع ال waste products ال indirect نتيجة لنفاذ ال acetyl choline يعني المشكلة من العصب نفسها أنه بطل يعطيني acetyl choline in living muscles بعد الإكسرسايز الفتيق بيجينا نتيجة لنقصان في البلد سبلاي نقصان في كمية الدم اللي بتوصل للعضلة نقصان ال energy و accumulation of metabolites زي ما قلنا ال accumulation of metabolites مش شرط بس بالعضلة ممكن تجمع الميتابولات سوين بالbrain وال spinal cord فالي يضعف نفسه السيال العصبي من الbrain وال spinal cord دائما نتذكر وهمش الفتيق إما neuronal cause اللي هو decrease بالacetyl choline وإما muscular cause due to decrease لل blood supply و accumulation لل waste product contracture may occur with fatigue due to decrease in ATP required for separation between thin and thick يعني ممكن مرات الشخص لما أنه يتعب وصير عنده فتيق يصير في عنده muscle cramps أو contracture أن العضلة من قبضة بس مش راضي ترخي وهذا زي وزي بفسر rigor mortis زي ما لما يموت بالشخص وظل أن العضلات شدات أوكي نتيجة لإيش لنقصان ال ATP اللي صار نفس الإشي contracture عضلة شدت هيك مثل البطة بتلاقيها هيك شدة على بعضها بطت رجل ومرتف على فوق تمام ليش يا جماعة لأنه بكل بساطة ما فيش ATP فكها فهذا هو السبب اللي بعمل عندنا contracture بعدين نجي نحكي عن إيش يسمو staircase phenomena or tree-based phenomena It occurs in skeletal and cardiac muscle شو بصير بزداد المusle contraction لحد ما يصير بلاتول لحد ما يثبت هايوا قاعد بأخذوا بزيد زي ما أنتم شايفين هان لحد ما يثبت يعني العضلة بتعمل contraction تدخل الrelaxation وورا الrelaxation انت مباشرة بتعمل contraction فشو بصير بصير انه overall tension أو contraction اللي بطلع بصير قوي 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 لحد ما يصير قوي مرة واحد وخلص بصير له بلاتو بصير خط واحد تمام كيف يعني accumulation وكالسيوم الكالسيوم شو بصير له دايما قلنا بطلع من sacroblasmic reticulum بروح للمسل فيبرز بعدين لما يصير relaxation بنسح بالكالسيوم من المسل فيبرز برجع للساكروبلازم فيبرز صح مش هيكل مبدأ طب تخيل انت اول اشي هي الcontraction وديت الكالسيوم للمسل فيبرز تبدأ مرحلة relaxation مرحلة relaxation يرجع الكالسيوم ما وصل للساكروبلازم reticulum كامل جيت انت عملت contraction مرة ثانية اجاني action potential مرة ثانية عمل contraction الكالسيوم مين لساكروبلازم reticulum مباشرة برجع الكالسيوم فبرجع بوقت اكثر فبعمل contraction اقوى فهذا هو سبب الaccumulation هذا اكثر اشي بفسر عنا هذا الاشي انه الكالسيوم وين موجود لساته محشور لساته ملحق يوصل للساكروبلازم reticulum طب انت حفزت العضلة مرة ثانية تمام فشو بصير over all شو بنهاية المطاف انه contraction بزداد تمام او بسبب زيادة التمبرتشا هذا contraction الاول بزيد درجة حرارة العضلة فهذا بصير contraction اقوى وهذا بزيد درجة الحرارة وهذا بصير اقوى وهكذا تمام مع الaction potential بشكل عام الصوديوم وين بدخل لجوه صح ولا لا والبوتاسيوم بصير يغادر بحالات الري polarization فكل ما كان فيه صوديوم جوه اكثر وبوتاسيوم اقل شو معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام انه فبسهل الaction potential للثاني والثاني نفس الاشي بيعمل فبسهل للثالث وهكذا فبصير اقوى اكثر اشي يفسره هو الكالسيوم تمام فهي نقطة جدا جدا مهمة هذا المبدأ طبعا زيادة الصوديوم جوه الخلية ونقصان البوتاسيوم جوه الخلية بخلي الريليس تاع الكالسيوم اكثر من فبصير contraction اقوى ففهمتوش يعني التريبي phenomenon or staircase انه بطلع زي الدرج وبعدين بيثبت مرة واحدة وسببه هو تجمع الكالسيوم ان الكالسيوم ما لحق يوصل للساكرو بلازمي طيب submission of muscle contraction شوف نهاية المطاف since the contraction phase in scrital muscle start with relative refractory period the muscle respond to another stimuli during either contraction or relaxation phase submission of contraction submission of contraction يعني انه اكثر من contraction بيجي مع بعض يا جماعة اكثر من انقباض العضلة بيجي مع بعض فبنهاية المطاف تخيل انه stimuli اتنين اجا هيعتمد كل الثاني وين اجا اذا الثاني اجا في فترة ال latent بالفترة هاي اعتبر انه ما فيش response من مرة لانه هذه اسمه absolute refractory period مستحيل تستجيب لresponse اوكي لسا هي دوب استجابت للأول كيف بدأ تستجيب للثاني فما فيش response من الثاني تمام اذا اجا تعمل نفس مبدأ ال staircase اوكي شو اللي هيصير نفس مبدأ ال staircase نفسه اوكي بس مش زي بالضبط لا قريب من نفس المبدأ فبكون contraction اقوى لانه الاستميلاي بدخل بهذه الحال الصوديوم اكثر فبصير contraction اقوى اذا اجت during relaxation هيكون صار عنده contraction رجع relaxation رجع contraction مرة ثاني تمام بعدين برجع relaxation بصير زي حرف ال M هذا اذا اجت during relaxation period طب اذا اجت بعد relaxation period في نهاية relaxation period بصير staircase انه contraction الثاني اقوى من الاول انت فهمت الفرق بين اذا اجت بال contraction period و اذا اجت بال relaxation اذا اجت بال contraction period هذول اثنين بصير واحد بصير contraction قوي واحد خلاص انتهينا اذا اجت بال relaxation وكونا اثنين تمام اثنين بيك زي حرف ال M اذا اجت بال staircase هذا ارتفع هيك عمل contraction تبعه اوك عمل relaxation الثاني بعمل contraction بس اقوى من الثاني لاحظت الفرق هذا مش حرف M هذا حرف M اثنين نفس القمة هذا اذا اجت بعد relaxation بعمل staircase انه الثاني اقوى من الاول واذا اجت بعد relaxation كثير خلاص بصير stimuli ثاني وبيعمل contraction ثاني اوك اجمع ففهمتوا شو المبدأ هذا سلاي جدا مهم هذا بيجي من طب اذا multiple stimuli اكثر من stimuli اجا if the frequency is low يعني شدته او عفا frequency اللي هي عددهم قليل separated with a stair case phenomenon كل واحد بعمل contraction اوك والcontraction كل مرة بصير اقوى زي الصورة تبعة الاستير طلع هاي قديش فيها stimuli فيها فوق العشرين تمام فكل مرة واحد بصير اقوى لحد ما نوصل لمرحة البلات لكن الfrequency سريعة كثير كثير and stimuli وين رح يصير لما يكون انهين سريعات اكثر بكثير رح يصير ان يجني بالrelaxation phase فيعمل اشي اسمه clonus incomplete titanus هنشوف هسه شو مبدأ واذا الfrequency اسرع اسرع هيصير ان يقع بالcontraction phase فيعمل لان sustained contraction complete titanus اسمه هسه هاي قلنا اذا اجا بالlatent phase مفيش response واذا اجا بالcontraction phase هيكون الcontraction اقوى محصلة هن اثنين لما يجان اثنين هيك بالcontraction phase اذا اجا اثنين بالlatent مفيش response اثنين بالcontraction بصير ان واحد قوي اذا اجا بالrelaxation اثنين ايش بكون separate شوية عن بعض تمام separate شوية عن بعض اذا اجا just after the relaxation بصير or stay case اوكي وهي هذا الثاني كل الثاني اقوى من القبل هذا اقوى من هذا اقوى من هذا اوكي هذا كيف بيجيني بيجيني اذا العدد الfrequency واحد اثنين ثلاثة مثلا اوكي طب اذا زادت الfrequency صار عدد الاستيميلاي اكثر اوكي جماعة وين بصير يضرب بصير بيضرب relaxation phase relaxation phase بصير عن بعض بس طبعا بظل يكبر زيه زي بس في مسافة بين هذول لا ورا بعض سموها incomplete titanus العضلة بتكون شادة اوكي بس مش زي الشد تاع التتانوس الحقيقي اللي هو شد هيك مسكر كلها تع بعضها العضلة هان شادة بهذا المبدأ هان الكونتراكشن اقوى بس هان العضلة شادة اسمو كلونس تمام وcomplete titanus اللي هو العضلة شادة كثير كثير تمام هذا بسموه incomplete titanus او كلونس ليش لانه عدد الاستملاي كثير بس اقل ما فيها فيه شوية relaxation لانه الاثنيناتهم هذا وين وقع وقع في relaxation تاعهاد وهذا وقع بالrelax contraction قوي بس ايش مش زي complete titanus وين بيجي بيجي باثنيناتهم كل الاستملاي هذول انت شايفهم بظل نقع بالcontraction phase يعني هذا اول واحد ببلش الثاني بقع بالcontraction phase الثالث بقع بالcontraction phase تاع هذا وهذا في contraction phase تاعها بشو بصير contraction خط واحد اي بما معناه contraction قوي جدا 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 يا جماعة بهاي الحال اوكي يعني اذا العضلة شدت هانا صعب ترخي ما فيه ما فيه ترخي ما فيش relaxation من مرة فأتمنى تكونوا فهمتوا الفرق لانه الاسئلة هيك هتجي انه بعد ال relaxation طيب لو قال لك ان اثنينات هن اجن بمرحلة ال relaxation نفسها بصير اسمو اكثر من اكثر من واحد اذا اثنين لكن اذا اكثر من واحد وقعا بجست after relaxation اسمو تربي اذا اكثر من واحد وقعا بالrelaxation اسمو كلونس او incomplete titanus واذا اكثر من واحد وقعا بالcontraction شو بصير اسمو بالcontraction فايز بصير اسمو complete titanus اوكي فمهم انكو تكونوا ميزين بيناتهم شو هن اثنين هذول بيجن بالامتحاد فهذا شو مبدأه اموره بسيطة جدا والstaircase فاذا الcontraction اجد just after relaxation شو بنسمو تربي اذا كان اثنين او حتى اكثر ما فيش اي مشكلة بس اذا كان اثنين واجد بالrelaxation phase بكون اثنين بيك يعني هيك مرة وطلع حرف الامت يعني خلاص انتهينا تمام اذا اجد اثنين بالcontraction phase بس اثنين بالcontraction phase شو بصير كأنه واحد قوي اذا اجد اثنين بالlatent period الثاني ولا ببين الو effect بس ببين ال effect تبع الاول طب اذا اجد اكثر من واحد بعد relaxation phase بسموه 3 pain نفس الاشي لما يكون اثنين اذا اجد اكثر من واحد بالrelaxation phase شو بصير اسمه بصير اسمه incomplete titanus اذا اجد اكثر من اثنين يعني واذا اجد اكثر من اثنين في relaxation شو بسموه clonus incomplete titanus اذا اجد اكثر من اثنين تمام ب contraction phase شو بكون اسمه complete titanus طب شو اللي بخليه نيجن اكثر بكل مرة في مرحلة اكبر حسب قديش عدد الاستيميلاي عدد قديش انت حفزت قديش مرة انت حفزت تمام هيك خلصنا skeletal muscle والفسيولوجيتاها smooth muscles ربنا خالق لنا smooth muscles انها تكون لدينا بالفيزرا يعني بالأورغنز بالأعضاء موجود لدينا في موجود لدينا موجود لدينا جو العين موجود لدينا مثلا بالعضلة المسؤولة عن انه شعر زي ما بقولك شعر مثلا جسمي وقف لما تشوف مثلا لما يشتغل السيمباتي تشوف ايش بخوفك وإلى ذلك كل هاته هاي under involuntary control انت ما بتتحكم فيها تمام هاي smooth muscles تكون spindle shape زي المغزل زي هيك ممطوطة مط هايها شايف كيف ممطوطة مط non-striated مش زي skeletal muscle with central long nucleus العضلة ايش تبعت عفا نيوكلياس تبعت لنواة تبعت طويل الفايبر طولها من 20 إلى 500 مايكرو تمام والديامتر 2 إلى 5 مايكرو smooth muscles تحتوي more acting فيها which attach to each other and to a dense bodies يعني الاكتن فيها اكثر هاي مهم بدل ما يكون فيها troponine tropomycin فيها ايش كالموديلين وعدد الميتوكوندري والساكروبلازم كريتكلا بشكل عام فيها ايش قليل والتحكم فيها involuntary مش زي skeletal muscle involuntary فهي under the control of otoramic nervous system بين gosin sympathetic وparasympathetic انواع smooth muscles هنشوف كمان شوي ففهمتوا شوه الفرق بين فيها اكتين اكثر فيها كالموديلين بدل troponine tropomycin وميتو كوندري والساكروبلازم كريتكلا اقل non-striated و involuntary control by the sympathetic and parasympathetic or auto immune nervous system انواع smooth muscles smooth muscles has no motor end palate but at nerve ending ما فيها خلينا نقول end motor palate اللي احنا متعودين عليها او motor end palate اللي احنا متعودين عليها اوكي اللي هي هيك عبارة عن عصب تمام وبعدين العضرة وبعدين نشوف طبعا الام اي بي لما تلاقوا اختصارها اما بسموه يعني الاختصار بشكل عام بالفيسيولوجي تاع المصز اما بسموه motor evoked potential يعني خلينا نقول action potential الذي يتولد بالعضلة نتيجة الانتقال سياء العصبي او الام اي بي كمكان اسموه end palate تمام motor end palate اللي هو الزر التشابكي بين العصب والعضل هيك معنى الام اي بي مثلا اللي هو المكان اللي بيطلع فيه عنا العفن اللي هي النيورو transmitters عشان تعمل لك الام اي بي هنا لأ في عنا special nodes عقد خاصة تمام اللي فيها neuromuscular transmission occur اللي بنتقل فيها السياء العصبي من الدماغ او عفوا يعني من العصب الى المسل بعمل depolarization وبعد صغير بعده hyper polarization على اساس ترفي انها relaxation يعني عضلة طبيعية فيها depolarization repolarization انواع smooth muscles multi unit أو single unit يعني واحدة multi unit separate fibers الياف منفصلة without connection ما فيش فيها ارتباط except via the chemical transmitters اللي بربطها النواقل كيميائي اوكي single muscle unit aggregate fibers اكثر من fiber مرتبطات مع بعض بgab junction فيها فتح بينات زي ما أخذتوا بالcell biology facilitate conduction of action potential بتخلي الaction potential اذا ضرب مثلا على سبيل مثال ضرب عضلة هان اوكي واحد منهم ينتشر على الثنتين مثلا على الأطراف براحته اوكي فاهمين كيف مثلا هاي single unit مرتبطة بgab junction اضرب هان السيال العصبي بانتشر هان لا ضربنا السيال العصبي لا ما هي ينتشر اذا ممكن ينتشر بانتشر عن طريق القنوات الكيميائية الموجودة فيها مش gap junction مش فتح اوكي one near for each fiber هاي الملتي unit لكل واحدة تطلعش كيف جايها عصب هاي هاي ايش عصب واحد لمني fibers هاي واحد عصب واحد جاي وعطاني ونقلي يعني تمام not obey all or none low شو يعني none or none low يعني اذا واحدة هان من هذول من السينجل عملة contraction الباقيات لازم يعمل هاي contraction هاي مش شرط تعمل contraction تمام ما فيش ارتباط مباشر بيناتك تمام sensitive to chemical transmitters هاي less sensitive الملتي unit حساسي للنواق الكيميائي نقول ممكن القنوات اللي تكون بينات ها قنوات كيميائية حتى تساعدها على اساس انها تفتح اوك فهي حساسي للchemical channels أو transmitters اكثر rare spontaneous contraction but controlled by nerve impulses contract spontaneously single muscle unit هاي single muscle unit تنقبض لحالها هاي لا الانقباضات تاعتها بدأ تجيها عن طريق الاعصاب اوك هاي الفرق بيناتك not respond to stretch وهاي respond to stretch هاي جماعة not respond to stretch الملتي لأن كذا انت مطيت وحدة مش مرتطة في مطمعها فخلص انت مطيت وحدة ما بتقدر تعلم الباقيات فما بصير في عنا response لأنك بس سحبت هاي هاي مطيت هذول مطيت هاي بلش فيهن لا تمام ما فيش response ان كل هاي كعضلة واحدة كخلينا نقول system واحد ان ما فيش فيهن نظام all or none وبالتالي اذا انت مطيت واحدة مش الباقيات وان بتشوف المالتيونيت بشوفها بالآيرس بشوفها في الول تاعة البلد فيزل في جدران الاوعية الدموية في البايلو موتور مصل في العضلة المسؤولة عن زي ما قلت لك انه شعر ايدك يوقف وبالسيلياري مصل سيلياري مصل والآيرس الآيرس ما بعرف بالعربي شو بسموها ناسيها بالضبط بس عندك البيوبل ما هو بؤبو العين حواليه هذا الجزء الملون هذا اسمه آيرس تمام والسيلياري مصل هي عضلة موجودة جو العين تتحكم عندك في العدسة بتاعت العين هل هي تكون محدبة اكثر ولا تصير فلات ان هيك مسطحة فهذا بفرق معك بخليك كل ما كانت محدبة اكثر بخليك تصير تشوف الرؤية القريبة اكثر من البعيد تمام هاي موجود فيها مالتيونيت انه حساسي كل واحدة انا بدي عصب خاص فيها لانا الامور حساسي انت شايف كيف عضلات حساسي مش اي عضلات single unit smooth muscles موجودة وين في الاوعية دموية بتاعت الورغانس في المعدة يعني بالله عليك هل انت بتتوقع مثلا على سبيل المثال اني انا لو مثلا اكلت لقمة هاي اللقمة مثلا جزء من الاستومك المعدة ينقبض والجزء الاخر يظل قاعد لا فكلها لازم تكون مربوطة ببعض كسيستم واحد انه لما انه يصير مثلا stretch او لما انا بدي اعمل contraction كله ينقبض مع بعضه ما بدي انا جزء ينقبض وجزء يكون مرتاح وابصر كيف تكون الامور باليوترس باليوترس لما تكون الام قاعد بتعمل delivery يعني قاعد بتولد هل بله تتوقع مثلا اليوترس الجزء العلوي ينقبض والجزء مثلا اللي بالنص لا ما ينقبض لا مصيبة الطفل ما عمره بطلة تمام ولذلك لازم ينقبض كله كامل نفس الاشي اليوريتر تمام الحالب الحالب نفس الاشي جمع لما بدي نزل اليورين الحالب ترى بتصير فيه peristaltic movement زي زي الامعاء فيه انقباضات بتصير فيه فبالله بتتوقع الحالب مثلا على سبيل المثال لما بدي نزل مثلا اليورين من فوق لتحت على البلدر على المثاني الجزء العلوي مثلا يعمل contraction بس خلص والباقي الاجزاء ظل ساكت هيك ما تعمل ولا اشي لا ونحاول نعمل contraction هذا relaxation بعدين هذا يعمل contraction لتحت relaxation بعدين هذا يعمل contraction لتحت relaxation هذه فكل ياتهن في فترة معينة هيعمل انقباض مش شرطي فكل ياتهن على مرور الوقت بكونن غصبا عنه لازم يعمل contraction لذلك لازم انه ايش يكون في single unit smooth muscle لان كل يتشتغل كبعض مع بعض كاملة تمام يا جماعة فهذا هو الهدف منه وهذا الحكم من خلق single unit smooth muscles كيف نحفز smooth muscles smooth muscles جماعة resting brain potential unstable غير مستقر ذلك هو يتراوح بين السالب 40 إلى 60 ما بتلاقيه منصل سالب 75 أو سالب 90 لا هو ايش less negative يعني الامور سهل انك انت تحفزه بسهولة الaction potential تاعه اربعة spike potential اللي شايفينها والslow wave هاي الaction potential تاعه مش خط الaction potential تطلع خط طالع ها هذا تطلع بتخلي excit بالاسهل لانه هنا سالب 60 الطلع فوق سالب 40 على سالب 40 بسهول بصير في عنا contraction فبصير في عنا response عليها هذا اسم spike هتعرف كمان شوي انه sympathetic والparasympathetic innervation هل بتحكم بالsmooth muscles وبس بزيد وبيقلب ما بقدر يعمل initiation للcontraction ما بقدر يبلش contraction لحاله فلازم يبلش contraction لحاله base makers خلايا هي تنقبض لحالها زي القلب كيف منقبض القلب لحاله مثلا تجي تزرع على مريض قلب لما تزرع على مريض قلب تكون انت قطعت العصاب لما قلت من شخص معين قلت مثلا قلب من شخص معين تزرع على واحد ثاني قطعت العصاب اللي عليه كيف بيشتغل لانه بيشتغل لانه في عنده خاصية انه ينقبض لحاله نفس اللي smooth muscles خصوصا الموجود بالGI system تقدر تنقبض لحالها ليش تنقبض لحالها لانه الممبرين potential تاعها مش خط هو خط بعدين بيطلع فلما يطلع بيخلي لك less negative يعني من سالب 60 صار سالب 40 شو يعني من سالب 60 لسالب 40 يعني خليته more excitable يعني سهل انك انت تحفز تمام بمجرد ما انك انت توصل لسالب 40 خلص وصل مضى الاشي لانه على سالب 40 تفتح قنوات الكالسيوم لحالها طول عمرا منحكي الموجود عندك بيكون نتيجة لدخول الكالسيوم اكثر من الصوديوم متخيل كيف ومتى بتفتح قنوات الكالسيوم تفتح على سالب 35 وهاي هذا الرفع البسيطة نتيجة لفتح قنوات الصوديوم قنوات صوديوم دايما بيسترب صوديوم جو الخلي لما تسرب صوديوم جو الخلي ترفع الاشي من سالب 60 بتوصل لسالب 40 بتخلي less negative نتيجة لدخول ايونات موجب لما يدخل لجو بخلي لك يا less negative فبيبلش يشد حال وشد حال وشد حال فجأة لا اراديا هاي الخلايا طب بتكون موصلة سالب 40 سالب 35 بتفتح قنوات الكالسيوم بدخل الكالسيوم فبارتفع الاشي من سالب 40 لسالب 20 اذا جهد العتبة على مستوى سالب 35 سالب 40 هنا هو جهد العتبة اذا انت وصل لسالب 40 خلص فتحت الامور رحالها فيصير عندنا ايش تري سبونس فبطلع عندنا سبايك رفعة تمام رفعة حادة وهذا معناه انه ايش صار عندي contraction فعليا لما تجد تروح تراقب العضلة العضلة فالسبايك potential هو اللي بيعمل فيها contraction action potential prolonged plateau due to delay repolarization طبعا هنا action potential بطول repolarization فيه طلع كديش بطول كثير ليش يا جماعة لانه بكل بساطة هي فيها delay في repolarization as in uterus ولانه prolonged plateau هذا هذا الفترة هاي طلع كيف بطول زي عضلة القلب عضلة القلب بالaction potential خاص فيها لحاله هذا ليش مهم بيعطوك ويا لحاله لانه مهم جدا كنت 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 عارفين لقبدا فميزات smooth muscles contractions او action potential انه بصير لحاله عن طريق pacemaker cells اي نقطة مهمة بكون اكثر من شغلة اللي هي spike و slow wave spike هيها وال slow wave هيها slow wave بصير عن طريق انه فتح لقنوات صوديوم لحالها قنوات التسرب اخذتوها بالتوجيه قنوات تسرب انه بتدخل صوديوم لحالها بتضل تدخل صوديوم لحالها ترفع الaction potential من سالب 60 لسالب 40 بحيث انه يوصل ال firing level or threshold الوسالب 35 30 فيبدأ الان لترو action potential بدخول الكالسيوم وليس الصوديوم بالكالسيوم يدخل وايش يصير عندنا بهاي الحالة action potential ففهمتوا شو هي اذا بكل بساطة الخلايا pacemaker يعني بتقدر تعمل action potential لحالها بتعمل اشي اسمه slow wave هذا بصير عن طريق انه الصوديوم بظل يدخل للخلايا لا اراديا لما اللي عنده بتفتح قنوات الكالسيوم فبصير الكالسيوم يدخل لجوه الخلايا بمجرد ما يدخل الكالسيوم لجوه الخلايا بيعمل spike shape هذه الابريل الحاد اللي طلعت هيا هذا الخط الحاد اللي فوق هذا الخط الحاد هو اللي بيعمل حرفيا الcontraction هذه slow wave ما بكون فيها contraction في المصل من مرة هاي بكون فيها contraction في smooth مصل اوكي جماعة مهم عملية الـ repolarization اطول اطلع الـ repolarization حاد الـ repolarization بطول اوكي ليش بطول الـ repolarization لانه جماعة بكل بساطة في لعبة اصلا في قنوات البوتاسيوم عندهم بس نتيجة لإيش البلاتو هذا الخط الطويل نتيجة لانه الـ repolarization بطول لعنا بالسmooth مصل فهذا مهم مثلا بيشتغل بظروف معين بظروف معين طب ظروف الطبيعية اوكي شو يكون كيف يكون شغال كيف تكون شغال smooth muscles smooth تكون شغال عن طريق الـ pacemaker خلينا نقول property خاصية فيها موجودة انه بتقدر تعمل الـ action بتنش لحنا تمام بدون الحاجة لوصول سيئة العصر بمجرد ما يصير فيها المبدأ تعنا شو قلنا في spike phase بدخل الكالسيوم صح لما يدخل الكالسيوم بروح مباشرة بعمل على زيادة خروج الكالسيوم من sacroblasmic reticulum فبزداد الكالسيوم الموجود جوه الخلي فمن بروح بربط على الكالموديولين هو تقول لي ايش تروبومايوسين وتروبونين لا على الكالموديولين الكالموديولين بهاي الحالة لا تتوقعوا هذا ليصي أنها phosphorylation Native mayocene light chain لما يربط الكالموديولين بفعل لدينا mayocene light chain kinase احفظها زي اسمها mayocene light chain kinase اي kinase بالدنيا اي انزيم تسمع فيه kinase ديمة الphosphorylation بكل بساطة الكالموديولين لما يمسك بالكالسيوم بيجي الكالموديولين بفعل التايروسين تيروسينيز هذا الانزام اسمه كاينيز هذا الكاينيز بدي يروح على الميوسين ويحط عليها فوسفيت بمجرد ما يحط عليها فوسفرس شو بتصير بتصير فعالة فبتقدر تربط عندنا الاكتين وصير عندنا contraction ودير بالك هنا وعد تقول ان الاكتين هيربط مع الميوسين عن طريق ان الاكتين الاكتف سايت صار لها اكسبوجر والميوسين اعطيناها احنا الادب فهي ايش تفعلت لا هذا التفعيل كان عن طريق الفوسفوريليشن يعني بدي انزام ولما تحتاج انزام وتحتاج كل العجقة هاي هيكون بطبيعة الحال الكونتراكشن ابطأ من الاسكليتر المصص تمام يا جماعة فهي مهم الريلاكسيشن بنرجع الكالسيوم مرة ثانية نقصان الكالسيوم جوه الخلايا بفعل انزام اسمه مايوسين فوسفتيز معنى فوسفتيز انه بكسر الفوسفيت يعني تخيل هاذا احرف الميوسين تخيل بروتين الميوسين حطينا عليه احنا جروب اسمها بي فوسفورس هذا بوظيفة الكاينيز بنكسر احنا هاي الجروب بالفوسفتيز اوكي بكسرها فلما يكسرها الميوسين ببطل فعال طب صير عنا ايش ريلاكسيشن فهي مهمة جدا يا جماعة هاي تنسألوا عنها بالزمان الامريكية اذا قدمتم الامتحانات وبيسألكوا عنها كمان بالامسي كيو بالامتحانات اللي هي فشو بالصف في سكليت المصل بنهاية المطاف بتصير الحالة هاي ما قلت لك بيسميكر والنيرفا سيستيم هو ريجوليشن بيزيده السيمباثاتيك مثلا او بيزيده البراسيمباثاتيك وبقلل لي السيمباثاتيك مثلا الكروس بريتز اللي بتتكون بطيئة جدا لانو العملية بطيئة يا جماعة متخيلين كيف الكونتراكشن والريلاكسيشن الانقباضات والراحة بطيئة جدا كمان طلع العملية شو انها بطيئة الانيرجي والأوتو كونزومشن الحاجة للأوتو كذا شو بكون قليلة لانها ومش بسهول يصير فيها فتيق عمرك شفت واحد تعبت أمعاء وبطلت تهضب لا فما فيش فيها فتيق ما بصير فيها فتيق لانها عملية بطيئة مش زي سكليت المصل سريعة وعجب وصرعة وكذا وهيك بطيئة عرواقب تشتغل فما بتتعب وما بتحتاج أكسجين كثير لان بتعتمد على الانيروبي اللي هو تحلل السكر بدون أكسجين عندها great ability to shorten as far greater percentage of it is length يعني عن رغمنا انها طويلة العضلات هاي سموت مصص لانها بتقدر تعمل shortening مرتب يعني انها تقصر حالها وتكون أمورها مرتب يعني انقباضاتها شو بتكون زي ما قلنا تعباني والإكسجين كونتراكشن كابلن بطيء جدا لانه الكالسيوم بطيء تمام وبالتالي الانقباض بطول لفترة أطول فعرفت الميزات تاعتها انه الكونتراكشن تاعتها بطول أطول ليش؟ لأنه الكالسيوم بطيء انه يرجع الساكروبلازم حتى يصير عنها relaxation فمرحلة الrelaxation والكونتراكشن بطيئات ولانهن بطيئات شو بصير فيهن بطولا أكثر ليش بطول أكثر لانه الكالسيوم مش بسهول يرجع الساكروبلازم فبظل قاعد جوه الخلية أكثر ومادام وقاعد جوه الخلية مادام انه الخلية بطيئة جدا جدا والكونتراكشن تاحيش بكون أطول بطول ويعمل كونتراكشن ما بكون فيها فتيق لأنه بقول لك اللي اسمه latch mechanism prolonged tonic contraction needs less energy هي أصلا ما بتحتاج طاقة كثير less nervous or chemical stimulation than initial activity هنذكرنا قلنا الفتيق من العملية لأسيتايل كولين أو decrease بالATB أو decrease بالblood supply طب هاي أصلا مش معتمد على الأكسجن في طاقتها هناك قلنا سبب الفتيق decrease بالأكسجن بصير صح ولا لا أو decrease بالATB كلها في نفس الإشي هنا لا anaerobic glycolysis على رواقب بتشتغي وما بتحتاج أكسجن تمام وبالتالي ايش مستحيل يصير فيها فتيق الفتيق فيها ايش بكون بطول كثير كثير لما يصير فيها فتيق تمام stress relaxation in which if smooth muscle is slowly stretched لو مطيناها increase tension at first then the tension gradually decreases يعني انت تمسك السموث muscle تمطها بزداد اول شي التنشن فيها بزداد الشد فيها بس لحالها مع انك انت شادة بترجع ترخي هذا احنا وين بنشوفه في البلد المثاني لما انها تيجي تمتلي تعطيك احساس انك انت لازم تروح للحمام بس ممكن شوي بعدين خمس دقائق يروح الاحساس هذا ليش لانه المثاني اول ما امتلت تمددت بس مع مرور الوقت ايش صار فيها رجعت ارتخت مرة ثانية فبطلت انك تحس انك انت لازم تروح للحمام فكل هاي الميزات انت اذا بتفهمهم خلاص حطيتهم بالك بالمنطق بتقدر تجاوب اي سؤال MCQ انه هذا مش حفظ هذا كله فهم visceral smooth muscles يعني الموجود عندنا مثلا بالGI فيها نوعين من التراكشن tone tone يعني ايش continuous mild contraction فيها انقباضات مستمرة خلي فيها شد ما بديها تكون مرتخية كثير كثير دائخة لا ديكون فيها شد وريثمي contraction اللي هي ايش انقباض بيجو بروح هذول الريثمي contraction contraction اجا contraction اجا contraction اجا اوكي فcontractions بيجنوا بروحا انقباضات بتيجو بتروح تمام يا جماعة وبنفس الوقت فيها tone فيها شد فيها contraction مستمر بيخلي فيها tone بيخليها شوية قاسي قاسي الول تاحا مش مرتخي كثير تعبار شوية قاس حتى يقدر ينزل اللقمة لتحت مثلا بال small intestine شو العوامل اللي تلعب عندها بالexcitability والcontraction مين بزيد الexcitability تاعت ال smooth muscles بحفزها الparasympathetic الparasympathetic احفظوها يبتج بالامتحان الparasympathetic او الاسيتاء الكولين اوكي اجماعة بزيد عندي الexcitability تاعت ال smooth muscles عكس الsympathetic الsympathetic بيقلل يعني بيعمل relaxation الكولينج تاعت تمام يعني لما تكون بارد الامور temperature قليلة تزداد الexcitability تاعتها عكس السكليتل هلا لا لما تكون دافية بتقل الexcitability تاعتها طبعا ليش لانه ممكن عن طريق تجمع ال waste products اوكي moderate rapid moderate stretch اذا شديتها اوكي بسرعة بس مش كثير كثير شديتها بتحفزها تمام اساس انك تعمل contraction وهذا بالعادي وين بنشوفه بالGI system يعني بيقول لك اصلا كيف الGI system بيبلش يعمل contraction لما تمتي للمعدة بالاكل كيف الدودينام الجوجينام الاثنية عشر وهذول بيقدر نعمل contraction لما اللقمة تدخل عليهم وتوسعهم تعمل فيهم stretch بيبلش contraction بس تخيل عملنا stretch كثير كثير شدينها كثير كثير لا هيك بتعمل لها relaxation تبطل تقدر هي تعمل contraction لان هي عارفة انها اذا عملت contraction هينمزع الول مثل لما انك انت تشد اشي كثير كثير وهذا الاشي مرة واحدة يعمل contraction بنمزع اوكي فالsevere stretching بيقلل excitable البي اتش الرقم الهايدروجين الوسط الالكالين القاعدة يعني فوق السبعة بتحفزها تحت السبعة بتقلل فعاليتها ومثال عليه مثل يعني مثل كيف بسكريت المصل اللاكتك أسد لما يتجمع اللاكتك أسد بتقلل الفعالية صح ولا بتقلل هنا نفس المبدأ اذا بتكون acidic medium بتقل فعاليتها الوسموتيك برشا يديش ضغط الصوديوم وضغط الوسموزي جواها كل ما كان قليل كل ما كان contraction أحسن تمام وكل ما كان هناك كثير الوسمولارية كل ما كان ايش الوسموتيك برشا تاعتها أقل ده تعمل ريلاكسيش راضي نشوفه بالGI سيست الايونات كل ما كان الكاسيم فيها قليل والبوتاسيوم عالي كل ما كانت الاكساة بلتي تاعتها عالي والcon contraction تاعتها عالي لكن كل ما تجمع الكاسيوم أكثر جوا الخلية وقل البوتاسيوم كل ما كانت الاكساة بلتي تاعتها أقل هنا واحدة هنا ينعجق يقول لك طب كيف كيف مو الكاسيوم هو بعمل contraction أوكي ومش الكاسيوم يا جماعة هو دخول الكاسيوم فإذا كان الكاسيوم جو الخلية already كثير ما هيقدر يدخل كاسيوم كثير على الخلية صح ولا لا فلما ما يدخل الكاسيوم كثير معناها ما فيش contraction مرتب لكن هنا لما يكون الكاسيوم جو الخلية قليل decrease بالكاسيوم أوكي وتيجي أنت ودك تدخل الكاسيوم دائما الأيوانات بتمشي حسب الضغط بتاعها أو electrochemical gradient electrochemical gradient بالله عليك له هنا ما كان فيه كاسيوم كثير وما كان فيه كاسيوم قليل وان الكاسيوم هيدخل أسهل هان ولا هان لا هان هيدخل أحسن يدخل كمية أكثر أنه هيمشي حسب electrochemical gradient تمام فهذا هو تفسير تاع الكاسيوم Autonomic drugs في أدوية معين الأدوية تشتغل على parasympathetic parasympathomymatics يعني تشتغل زي الparasympathetic بتحفز زي الparasympathetic بحفز والأدوية بتشتغل sympathetic بتقلل بتعمل relaxation الهرمونات الفيزوبرسين الأكزيتوسين الأستروجين بحفزنها ومثال عليها مثل اليوترس أوكي بتحفز عنا بهاي القصص كاملات الأستروجين والأكزيتوسين بل بالعكس الدواء الأكزيتوسين إحنا بنعطيه للأم على أساس أنه هذه إبرة الطلق لما تسمع واحد بقول لك أعطوه إبرة الطلق هذا والأكزيتوسين بزاعد الcontraction تاع اليوترس خلي ينقضه أوكي وعلى الجهة الثانية الكاتيكولامينز مثل مين مثل إبنفرين نور إبنفرين هني مع السيمباثري بيقللها صح والبروجسترون عكس الإستروجين إيش هيعمل هيعمل relaxation يقلل أنا دائما الهدف من البروجسترون هو توفير بيئة مناسبة للطفل البيئة المناسبة للطفل بالله أن يكون الرحم منقبض ولا الرحم مرتاح عشان الطفل يأخذ راحته لا أكيد يكون الرحم مرتاح عشان الطفل يأخذ راحته فهي هي الفرق بيناتين الثانتين فأنا بقول لك دائما بالفيسيولوجي لا تحفظ لازم تفهم تمام؟ وهيك بتكون انتهت هاي المحاضرة أتمنى أنكوا تكونوا فهمتوها والله أعطيكوا ألف عافية ترجمة نانسي قنقر